قدمت تطبيقات جوجل على أجهزة هواوي هل هي موجودة، كيف طريقتها، كيف طريقة التثبيت، إيش الطرق الجديدة كل هذه بتكلم عنها بهذا الفيديو والتي تحديدا مخصص للأشخاص اللي معهم أجهزة هواوي أو شخص ناوي يشتري الجهاز ولكن حاب يعرف كيف طريقة التطبيقات أو تواجد التطبيقات وكيف قاعدة تعمل حاليا على الأجهزة خلنا نشوفها في هذا الفيديو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هو الله مسهلا وحيكم الله فيديو جديد معنا عبدالغفيص وبهذا الفيديو بتكلم عن شرح كيف تثبت خدمات وتطبيقات جوجل على أجهزة هواوي تكلمت عنها سابقا لكن مع التحديثات اللي قاعدة تصير على موضوع طريقة تلي وتثبيت الخدمات وكذلك في أكثر من طريقة يعني في الطريقة اللي تسويها من متجر هواوي وكذلك في طريقة ثانية تدعم أحدث الإصدارات يعني لازم تواجد أصدار معين من الواجهة في أجهزة هواوي حتى تعطيك مزامنة أفضل وكذلك تعطيك اللي هو دعم للإشعارات بشكل أفضل فبتكلم عنها بهذا الفيديو لكن في نقطة مهمة مثل ما ذكرت بالبداية أنه هذا الشرح موجه أو مخصص أو سويته عشان الناس اللي حاب أن يشتري جهاز هواوي وحاب يعرف كيف طريقة التطبيقات أو إيش وضعها أو شخص أصلا عنده جهاز هواوي ولكن ما يعرف الطريقة فبنشرحها بشكل مفصل وما هو موجه أو يعني مهدف الفيديو أني أقرعك أنك تشتري الجهاز ولا أنه تطبيقات جوجل صارت موجودة على هواوي أبدا الفكرة أنه أشرح الطريقة لأنه في كثير من الاستفسارات وصلت فهذا الفيديو حتى يوضح لك الصورة وأتمنى أنه يفيدك فتنبيه مهم حبيت أني أذكره وعشان ما نطول خلنا ننتقل للشرح طيب الآن مثل ما تشوف الجهاز عندي ما فيه أي خدمات أو تطبيقات الجوجل في عندي مثلا هنا اللي خرائط أو البتل ماب وكذلك البتل سيرش وأيضا متجر اللي هو هواوي فهذا الجهاز أول ما تشغله أو أول ما تشتري بيكون بهذا الشكل طيب مهم أنه ندخل للإعدادات أو تسجل بحساب هواوي الموجود عندك أو طبعا لو ما سجلت يعني من خلال الإعدادات ممكن أنه من خلال متجر التطبيقات واللي حنا بنحمل الآن أو بنسوي الطريقة الأولى من خلال اللي متجر التطبيقات فكل اللي عليك رح للبحث وكتب جوجل بلاي اللي هو متجر الجوجل بلاي طيح لاحظ معاي بناخذ من الأول يعني خلي القسم الثاني اللي هو من خلال البتل لا أنا أبغى اللي من نفس الأب قلري طبعا هنا فيه اللي هو الجوجل بلاي لكن كان مكتوب أنه هذا التطبيق من خلال الجي بوكس فأنا ما عندي مشكلة طبعا شوف كل التطبيقات يعني هذا من خلال الجي بوكس اللي هو جوجل ميت وفي مجموعة من التطبيقات أيضا اللي بتكون من خلال الجي بوكس وهذه اللي هي الطريقة الأولى اللي اتحسنت بشكل كبير لكن أنا بروح هنا بيطلب منك لتثبيت الجي بوكس فبنتبت الجي بوكس برضو وهذا من خلال التطبيق أو من خلال متجر الأب غالري من هواوي طيب بعد كذا بنروح إلى فتح وبعدين موافق الآن مثل ما تشوف هذا هو الجي بوكس اللي هو فكرته بيكون يعني كأنه طرف ثالث أو بيكون كأنه محاكي بيعطيك كل تطبيقات جوجل وكذلك الخدمات اللي أنت تحتاجها مثل ما تشوف اللي هو متجر جوجل بلاي بما أنه ثبتناه فيبيظهر معاك تضغط عليه بهذا الشكل كتطبيقات مثبته وبعدين إنشاء اختصار الآن بيكون الاختصار موجود على الرئيسية طيب لو ضغطت عليه إيش بيصير بنضغط عليه بيوديك الآن على المتجر تسجيل الدخول مثل ما تشوف هذا بيكون أشبه بالمحاكي طبعا الآن بنسجل الدخول على متجر جوجل بلاي بشكل عادي طيب مثل ما تشوف حتى طلب مني اللي هو التحقق يعني كأنك فعلا مشغل جهاز أندرويد يعني على أي جهاز ثاني الآن مثل ما تشوف يقول لي الجهاز أندرويد 12 يعني جهاز مختلف تماما بس أوكي نعم والآن مثل ما تشوف فتح لي جوجل بلاي بشكل كامل طبعا في بعض التطبيقات لما أتحملها بيعطيك رسالة مثل ما تشوف يقول لك أنه غير مدعوم لأنه إصدار الجي بوكس بيكون أقدم من التحديث اللي شغل فيه الجهاز فالواتساب أصلا موجود على متجر اللي هو الأب غالري فتقدر أنك يعني تحمله من هناك لكن تروح لأي تطبيق ثاني مثلا أنت تبغاه إنستجرام واتساب الأعمال أو يعني أي تطبيق ثاني يعني حتى الألعاب مثلا بوب جي أو أي تطبيق ثاني فتحملها أو الأساس اللي حنا نحتاجه مثلا التطبيقات الخاصة بجوجل فأقدر برضو أني أحملها من هنا يعني خنروح إلى خرائط جوجل ونسوي لها تثبيت اللي هي الأساس اللي حنا أصلا يعني هذه الطريقة عشان أنك تحصل على تطبيقات جوجل بالأساس التطبيقات الثانية لو ما قدرت فتروح إلى متجر الأب غالري أو أنك تحمل التطبيقات البديلة واللي برضو بتكلم عنها بنهاية الفيديو طبعا لاحظ معاي لما نرجع إلى الجي بوكس بيطلع لك التطبيقات المثبتة أو التطبيقات اللي ثبتناها بالأعلى كذلك يعطيك التطبيقات الثانية حتى توصل لها بشكل سريع فمثل ما تشوف يعني تطبيقات جوجل كاملة مثلا اللي هو درايف الخرائط الصور اليوتيوب مثلا طيح نجي هنا عشان يعني هي نفسها بس بدل ما أنك تسوي البحث بيعطيك التطبيق بشكل مباشر طبعا إيش الفكرة أرجع أيوة هنا الفكرة مثل ما سوينا مع الجوجل بلاي يعني شوف هنا الآن لو رجعت طبعا بيحطها لك يعني على الصفحة الرئيسية أو أنت تقدر تسوي الاختصار لو ما صار موجود يعني على الصفحة الرئيسية طبعا لو فتحت الخرائط لاحظ معاي شوفت هذا سويتش اللي صار هذا هو اللي قبل شوي اللي كان موجود يعني لأنه قاعد يشغله من خلال الجي بوكس فهذه الحاجة اللي بتكون موجودة معاك أو هذا هو الفرق اللي بيكون موجود معاك مثل ما تشوف هنا الآن قالك أنه فيه إصدار جديد فنقدر نسوي تحديث وبيحدث لك التطبيق يعني إذا احتجتها لاحظ معاي أنه هذا التحديث قاعد يسوي من خلال الأب غالري مو من خلال الجوجل بلاي فبرضو يعني لقى إصدار جديد طيب إذا فتحت الخرائط لأول مرة برضو في نقطة مهمة لاحظ معاي شعار الموقع هنا جايك بالأحمر فلازم نضغط عليه ونعطيه السماح للوصول إلى الموقع فالآن بيحدد الموقع الخاص فيني طبعا لاحظ معاي الآن كيف فخلاص سوالي اللي هو تحديد الموقع بشكل مباشر مثل ما تشوف عطاني الخريطة الخاصة فيني اللي لأني داخل بحسابي فالخريطة كاملة موجودة من ناحية المواقع المحتوى المحفوظ كل شيء يعني صار شغال وممكن طبعا أني مثلا أسوي تنقل لنفترض كذا البدء فمثل ما تشوف ممكن أنه يبدأ يعني موضوع التوجيه معاك وخلاص يعني تقدر أنك تستخدمه بشكل مباشر لكن أنا حبيت أنه أوضح هذه النقطة الخاصة بأول تشغيل مثل ما قلنا أنه كيف بيعطيك هذا السويتش اللي قاعد يصير طبعا ثاني تشغيل خلاص بيصير يعني أمورك تمام لكن مثلا حتى اليوتيوب لاحظ معاي أول تشغيل بيسوي هذه التحميل وبعدين خلاص شوف فتح لي اليوتيوب وكل الأمور عندك تمام حسابي موجود لو اشتريت الماكل جديد أو تبغى تنقل مثلا أقدر أسوي لايك أقدر أعلق أقدر أسوي يعني كل حاجة خلاص بنفس الحساب الخاص فيني فهذه هي الطريقة الحالية طبعا إيش عيبها؟ في عيب أنه لو أنت مثلا حملت الآن أي تطبيق يعتمد على خدمات جوجل ما رح يشتغل اللي هي جوجل بلاي سيرفيسز يعني لنفترض أنت عندك مثلا تطبيق خارجي ولا مثلا تبغى تدفع من داخل مثلا التطبيقات فما رح تقدر تسويها يعني بهذه الطريقة لأنها ما رح تكون مدعومة طبعا أرجع أقولك أنه تقدر من خلال اللي هو متجر هواوي الأب غالري تقدر تبحث عن التطبيقات وتحملها لكن هذه الآن من خلال الجي بوكس بيسهل عليك لتطبيقات جوجل الأساسية ومثلا ما تشوف فيه مجموعة يعني مثلا حط لك اللي هو أمازون زوم أبل ميوزيك نتفليكس وغيرها من التطبيقات الثانية فتقدر أنك يعني تحملها بشكل مباشر من هنا أيضا لو رحنا على الثلاث نقاط في الجي بوكس في عندك تحديث التطبيق لاحظ معاي فبرضو بعطيك إذا صار فيه أي تحديث للتطبيقات كذلك في عندك اللي هو تحديث الإصدار الجديد هذه الخاصة بالجي بوكس نفسه بيسوي تحديث النفس الجي بوكس أو الحزمة الخاصة فيه أيضا في عندك الاستنساخ لو عندك أي تطبيق ثاني موجود ويدعم الاستنساخ ممكن أنك تسوي يعني منه تطبيقين من خلال الجي بوكس فيه الطريقة الجديدة أو الطريقة الثانية لكن تحتاج أن يكون التحديث الخاص بجهازك الـ EMUI 13 وأعلى كيف أعرف؟ أروح إلى حول الهاتف أشوف الـ EMUI أنا عندي 14 فـ 14 نعم مدعوم يعني من 13 وأعلى بيكون مدعوم الطريقة هذه بتثبت لك خدمات جوجل داخل الجهاز وبتعطيك يعني مثلا موضوع الإشعارات إذا كنت تعاني منها موضوع برضو بعض التطبيقات اللي تعتمد على جوجل بلاي سيرفزز اللي هي خدمات جوجل نفسها أو الأساس حق الخدمات فبرضو بتدعمها فأنا أنصح أنه أنت تسوي كل الحاجتين يعني تثبت الجي بوكس بهذا الشكل بعدين تروح تسوي الطريقة الثانية طيب هذي كيف بنروح؟ نروح للمتصفح وبعدين نروح لهذا الموقع اللي بحط لك الرابط الخاص فيه بالوصف إلى مثل ما تشوف هذا الموقع بنروح إلى الثلاث نقاط الموجودة هنا بعدين داول لود وبعد كذا بتحصل اللي هو دايريكت داول لود مثل ما تشوف في عندنا ثلاث أشياء لازم نحملها فعندك السيرفزز الفريمورك الخاص بجوجل سوي له داول لود طبعا بيعطيك اللي وتنزيل داخل المتصفح فلازم أنه نسوي سماح أنا قاعد أمشي معاك خطوة بخطوة لأنه أبي لو صار أي شخص يعني من أول تشغيل يقدر أنه يمشي وكل التطبيقات تكون شغالة معاه فممكن يعني بعضكم يقول أنه أنت قاعد يعني تشرح بتبسيط بزيادة لكن أنا أبغى كلهم مستخدمين أنهم يستفيدون طيب نيجي للثاني برضو نسوي له تنزيل لاحظ أني ما سويت اللي هو تثبيت طبعا لو صار فيه أي مشكلة بالتحميل من خلال هذه الروابط انزل تحت تقدر أنك تحملها برضو من خلال هذه الروابط الأخرى سماح طيب الآن بنبدأ نثبت واحد واحد فنروح هنا إلى التنزيلات من خلال المتصفح ثلما تشوف عندي هذه الثلاثة فأبدأ سماح تثبيت تم التثبيت تم نروح للثاني تثبيت تم نروح للثالث برضو تثبيت طيب الآن بعد كذا هنروح للإعدادات بعدين نروح للتطبيقات التطبيقات والخدمات ممكن طبعا بعدين نروح للتطبيقات ممكن تسوي بحث أو تروح للتطبيق بشكل مباشر فنبغى التطبيقات اللي نزلناها قبل شوي هذه التطبيقات اللي نزلناها فندخل على هذا اللي هو Micro G وبعدين بنروح إلى الأذونات ظهار جميع الأذونات نتأكد أنك معطيه جميع الأذونات اللي هو يحتاجها طيب الآن بنجي إلى Micro G Services Core وبعد كذا مهم أنه نعطيه الأذونات اللي هو يحتاجها طبعا الأذونات كل شيء يشوف هنا غير مسموع غير مسموع غير مسموع فأنا أجي أعطيه كله السماح دوما جهات الاتصال مسموح أذونات إضافية أظهر جميع الأذونات فلازم أني أتأكد أنه كل شيء يعني أنك معطيه كامل الصلاحيات اللي هو يحتاجها ظهور أمام التطبيقات الأخرى يعني أي أي حاجة من الأذونات لازم أنه نتأكد أنه نعطيناه الأذونات طبعا لو جينا هنا نروح إلى self check فبتحصل أنه أنت يعني لازم هذه كلها تكون صح طيب بعد كذا نروح إلى أكاونت ونسوي تسجيل دخول بحساب جوجل الخاص فيك من هنا نفس الطريقة اللي سويناها قبل شوي مع الجي بوكس لكن هذه بنسويها مع المايكرو جي طيب برضو مثل ما تلاحظ جاني موضوع التحقق بخطوتين على الأجهزة الثانية فنقول له نعم بعدين نفس الرقم اللي هو 98 طيب الآن أضفنا الحساب بعد كذا بنرجع إلى الإعدادات وبنروح إلى المستخدمين والحسابات مثل ما تلاحظ ظهر عندي جوجل بنضغط عليه وبعدين بنضغط على هذا الخيار ومثل ما تشوف بنعطيه أنه يعني يوصل إلى الحسابات الخاصة فينا خلال التطبيقات فنتأكد أنها مفعالة طبعا هذه بتساعدك الموضوع اللي هو المزامنة على الحسابات وبعدين الآن بنروح بنثبت أحد التطبيقات الخاصة أو المتاجر الخاصة بالتطبيقات مثل اللي هو الأرورا برضو بحط لك الرابط اللي أنك تضغط عليه حتى يوصلك لهذا الموقع طيب وبعد كذا نروح إلى download بعدين بنختار مثلا release اللي هي الأصدارات المستقرة هذا آخر تحديث وبعدين نروح للتنزيلات ونحمل اللي هي النسخة اللي حنا ثبتناها من المتجر سماح تثبيت بعدين فتح بعد كذا التالي ومن هنا نفعل جوجل بلاي فأطغير معتمدة إضافة وبعدين نسوي لها تحديد بعدين نرجع تم التفعيل مثل ما نشوف التالي نعطيه منح الصلاحيات أيضا تنزيلات الخلفية المنح إنهاء الآن بعدين من هنا بنروح إلى حساب مجهول يعني تسجيل الدخول من خلال الحساب المجهول طيب أنا اللي همني الآن من الموضوع أني أروح وأسوي التحديثات فمثل ما تشوف بنروح للتحديثات بعد كذا بيعطيك اللي هو التحديثات المتاحة للتطبيقات اللي موجودة عندك أو حتى بيعطيك اللي هو تحديث لو نزل إلى جوجل سيرفاسيز أو حتى موضوع مثلا الخرائط وغيرها من التطبيقات طبعا حاليا ما ظهر عندي اللي هو تحديث إلى جوجل سيرفاسيز لأنه حدثنا قبل شوي أحدث إصدار لكن ممكن أنه بعد فترة يعني التابع مع هذا التطبيق لو نزل أي تحديث تقدر أنك تحدث أو أنه بعض التطبيقات الثانية تقدر أنك تحملها من خلال هذا المتجر أتكلم عن التطبيقات يعني مثلا الواتساب أو أي تطبيق ثاني غير اللي هو تطبيقات جوجل فبكذا هذا هو الشرح مثل ما ذكرنا الخطوة الأولى حتى تثبت له تطبيقات جوجل من خلال الجي بوكس واللي أرجع أقول أنه اتحدث وتحسن عن أول فلو كان في تجربة سابقة سيئة عندك صدقني الآن صارت أفضل كذلك النقطة الثانية حتى يضبط لك موضوع الإشعارات وكذلك المزامنة اللي مثل ما قلنا الميكرو جي اللي عطانا مثل ما تشوف إحساب جوجل من داخل الإعدادات والأرورا ستور من التطبيقات الممتازة لحبيت أنك تحمل التطبيقات نقول التطبيقات اللي ما تقدر تحملها من خلال الجي بوكس أو كذلك ما لقيتها في متجر التطبيقات والأهم مثل ما قلنا اللي هو في التحديثات حتى يحدث لك جوجل سيرفيس أو يعني غيرها من التطبيقات لو صدر لها تحديث فمثل ما شفت هذه الطريقة وهذه التطبيقات وبكذا بتعمل فإذا عندك أي استفسار اذكر لي بالتعليقات وإذا عندك أي استفسار أو حاجة برضو حاب أنه نشرحها فأكيد اكتبها لي وبإذن الله بنحاول أنه نتكلم عنها ونشرحها في فيديوهات قادمة لا تنسى الاشتراك واللايك وأشوفك في فيديو جاي والسلام عليكم